كم خبر اللي معايا فيما يتعلق بالأهل النهاردة وكوليس المعسكر قبل 24 ساعة من انطلاق المباراة يعني 25 ساعة بالزبط فخلينا نقول إن كان في مسحة طبيعية لعبة النادي الأهل النهاردة استعداداً للمباراة وكل اللعبة والبعثة بكامل عمل المسحة كإجراء احترازي بخصوص فيروس كورونا وإن شاء الله كله يبقى سليم في أي مشكلة خالص النهاردة كمان كان فيه تصرحات من موسيماني والشناوي كابتن النادي الأهلي موسيماني طبعاً مدير الفني وشناوي كابتن الفريق وكان أيضاً فيه تصرحات من الركراكي والتجناوتي الركراكي مدير الفني الوداد والتجناوتي حارس مرمى وكابتن فريق الوداد اللي عجبني قوي في اللقطات دي لو معانا يا جماعة المصفحة اللي كانت ما بين موسيماني والشناوي مع مدرب الوداد وحارس الوداد وده اللي يدل على إيه؟ على إن العلاقات دايماً كويسة ما بين الفريتين وما بين الأهلي كمسؤولين والوداد كمسؤولين وبين مصر والمغرب والكلام ده مش محتاج أي حاجة لكن كل اللي حصل فترة الفاتتة هو كان صدام ما بين الأهلي والاتحاد الأفريقي ليس للوداد أي داخل به فالمصفحة اللي كانت النهاردة دي لو معنا اللقطات ياريت نعرضها كان شيء مميز جدا وانعكاس واضح عن يعني العلاقات المميزة ما بين الفرقتين